تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة أقلعت طائرة متجهة إلى بخارستة لإعادة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه فور صدور التوجيهات الرئاسية قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفرات المصرية في الدول المعنية ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والطيران المدني وتم ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين من بخارستة